نبو نحول قطاع غزة إلى خاصر آمنة هذه الأخلاقين هما سقطوا الآن 66 يوم ولم يفلحوا في ذلك مر في الأول إلى غاية الهدنة الأولى لم يحققوا هذه الهدف الثلاثة ثم فتحوا جبهة أخرى في الجنوب فالآن يقاتلون على جبهتين في فلسطين ويقاتلون على جبهة الضفة الغربية وهي أنكى وأشد ويقاتلون على جبهة الشمال وهي أنكى وأشد وخايفين تفتح عليهم لأنه ممكن في أي لحظة تأخذ رئيس الأركان بتاع حزب الله بفتح الجبهة لأنه في 2006 نصف سكان الشمال نزحوا إلى الجنوب بتاع الصواريخ الخديمة فمبارك في الصواريخ الجديدة والجبهة الرابعة هي جبهة اليمن الصواريخ البلستية التي الآن والحصار البحري من الجنوب لأنه لا يوجد أي سفينة تجد تواجه إسرائيل من الجنوب وكذلك لا يوجد أي سفينة إسرائيلية تستطيع تتوجه إلى الجنوب عبر مضيق باب المندب هذه حقيقة الآن وحتى فرنسا وامريكا واحدين في الموضوع هذا كيف يعالجوه وإسرائيل غير قادرة على الفعل في هذا الموضوع لأنها غير تعاني شوي تدائيين في غزة فالمأزق كبير جدا جدا هناك مأزق سياسي سياسي كبير جدا وهو أن أهدي الحكومة تشبه حكومة تصريف الأعمال المؤقتة فقدت مصداقيتها وحضرت كتابها في التقارير شنو وضع حزب الليكود وفقدان مصداقيتها وأنه مهدد بالمحاكمة بعد انتهاء الحرب إلى آخره كذلك مجلس الحرب الإسرائيلي الآن لما يدرس حتى لغة الجسد تحمل لما يتكلمون يتكلمون بشيء غير مقتنعين به لاحظوا ما لمحهم كله فيها خوف فيها إحباط فيها موضوع كبير جدا المهم مأزق عسكري المهم لم يستطيع تحقق الهداف أن آلتهم العسكرية استهلكوا أكتب نصفها ولا تلتئنها الآن ولم تحقق الهداف أن الخسائر انتحم المعلنة بس هي مزعجة فما بالك التي لم يعلنوها صحيح إذا كانت تتكلم عنك أربعمائة خمسمائة آلية الآن قالت ضربها غرفة اثنين أنت هما اعترفوا به أولي صحيفة أدعوتي حرونوت قالت خمس آلاف جريح منه ألفين معاقين وفي الحروب يا دكتور المعاق موضوعة أسوأ من الميت الميت هذا يدفنوه وانت يموضعه يعودو عيدها لكن المعاق مرات الدولة تقول تعاني في عشرين وثلاثين سنة واربين سنة ضربتك مثلا بألمانيا المعاقين الحرب العالمية الثانية بعض مم قاعد حي يديني عنو في الدولة حلفاء ودولة المحمل فما بالك في دولة خزمية زي هذه ترجمة نانسي قنقر